سلمت قلبي يا ربي لتعسله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يظن البعض حين يسمع عن حسن التعامل ومكارم الأخلاق أنه في كمال الخلق والتعامل فهو مع أقرانه وأنداده وأقاربه بشوش مزوح ذو خلق جميل أما مع الضعفاء والعمال والصغار والخدم متجهم عبوس فض غليظ القلب لا يرى أن لهم عليه حق وهذا والله حال الكثير من الناس وليس على هذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقه القرآن لين التعامل هين مع الصغير والكبير والخادم والصديق والقريب والبعيد فهذا خادمه أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لأف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت ويدخل صلى الله عليه وسلم على طفل فيجده حزينا لموت عصفوره فيمازحه يا أبا عمير ما فعلا نغير وهذا أعرابي ذميم ذميم الوجه كان يأتي من الباذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه في السوق فاحتضنه من خلفه وقال من يشتري العبد من يشتري العبد وهو يقول أرسلني أتركني من هذا فالتفت فعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تجدني والله كاسدا يا رسول الله أي رخيصا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاست كان رقيق القلب رؤوف بالمؤمنين تأتي جارية تريد حاجة فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه فيذهب معها حيث شاءت ولا يتأفف يفتقد صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة سوداء كانت تنظف المسجد فسأل عنها فقالوا ماتت فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم فبه اهتدوا وبأخلاقه اهتدوا فهذه وصيته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق السلام عليكم ورحمة الله سلمت قلبي يا ربي لتعسله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة